قال ذكر الشيخ محمد في مسألة الحديثة عشر أن الشرك منه أصغر وأكبر منه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بذلك فهل نقول إن الصحابة صدر منهم الشرك الأصغر لا لا تقول هذا فإن هذا يدل على سوء الأدب إن لم يوجد موجبه فكون الكلام صحيحا في نفسه لا يعني أن يستعمل في كل مقام وإنما يستعمل لبيان معنى الحديث لأن المرأة يأتي ويقول متكئا على أريكته إن الصحابة وقع منهم الشرك الأصغر وإن الصحابة وقع منهم شرق الخامر وإن الصحابة وقع منهم كذا وكذا ويعدد رذائل فهذه طريقة غير سديدة وليست من تصرف أهل العلم وإنما يذكر شيء لحاجة تستدعي فهم كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم